السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسيو وديد مصطفى في الفيديو ده هنقدم كلمات الدرس التاني والدرس ده كان بعنوان تقديم الزملاء مش بس كده لا ده احنا هنحل كمان وثائق فهمة على هذه الكلمات علشان نتقنها ونتعلمها بس لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل التطبيق المجاني الخاص بينا والرابط بتاعه في وصف كل الفيديوهات علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتحمل ملافات الشرحة وتدريبات PDF وتحيل اختبار على كل فيديو خليني في البداية كده أعرض ليك الأهداف الأساسية اللي المفروض تتعلمها في الدرس التاني من الوحدة الأولى أولا تتعلم تعبيرات التحية إزاي تحيي أي شخص سواء في صباحا أو مساء أو شخص قريب منك أو شخص غريب أو شخص كبير وهكذا بعد كده تعبيرات الاستئزام بالانصراف انت وقفت مع شخص شوية عايز تسيبه وتمشي هتقول له إيه أساليب التقديم إزاي تقدم شخص لشخص تاني فيه طبعا أكتر من طريقة وأكتر من أسلوب بعد كده جزئية أدوات النكرة أدوات النكرة دي مهمة جدا أساس لكل الحاجات اللي هتاخدها بعد كده بعد كده هتاخد فكرة أو الفكرة الرئيسية لقعدة تأنيث الأسماء والموضوع ده هيكبر معك إن شاء الله في تانية وهيكبر معك تانية في تالتة ثم كلمات الاستفهام من وما أو كيفة ما أو كيفة اللي هي كل و كمان نبتدي بالكلمات الماسكلة الأسماء المذكرة كلمة كوبان يعني زميل زميل بقى أي حاجة لو الكلمة اللي بعديها دي مسكلة تاخد قبليها دي كوبان دي باسكيت زميل كرة السلة كامغاد دو كلاس كلمة كامغاد من الكلمات المهمة هي تعني كلمة كوبان زميل الفرق بين الاتنين إن كلمة كامغاد أخرها أ في الماسكلة طيب لما نجي نتكلم في الفميناء هتلاقي الكلمة كما هي لم تتغير أو لن تتغير طيب كلمة كلاس كلمة فيميناء دو لم تتغير تخطب أدي أ عادية هنا نفرق بقى بين لو الكلمة اللي بعديها مسكلة تاخد دو لكن لو في منها تاخد دو كما هي بدون تغيير ولا إضافة كامغاد دو كلاس زميل فصل نركز على كلمة لإن دي لها مؤنف صديق هنضف لها حرف واحد تبقى صديقة جار هنضف لها حرف وهتبقى جارة نعرف الكلام ده أثناء الشرح يعني زميل أو زميل عمل خبا لكن برضو هي مسكلة أخرها أ بالتالي عندها تأنيث هتفضل كما هي كلمة كوبا قلناها فوقها هي يعني زميل طيب سيباغ سيباغ جاي من كلمة سايبر سايبر اللي هو ما يتعلق بالإنترنت بالتالي كلمة سيباغ كوبا هو صديق عبر الإنترنت كلمة كافي الوحديها اللي هي مقهى أو كافيتاريا أهوة سيباغ يبقى مقهى إنترنت اللي هو السايبر أو الإنترنت كافي كارتير الحي السكني المكان اللي انت ساكن فيه إختصارها فوت كلمة إطا والأ كده صغيرة أو مكتوب بحرف صغير تعني حالة الحالة زي الستيطس كده تمام نجي على الأسماء الفيميناء الأسماء المؤنفة هلتجل كلمة بيخسون يعني شخص تتقال على الرجل وتتقال على الست أقول كده أحمد ايه؟ أحمد يكون شخص هتقول لأحمد ويأتي بعدها كلمة مؤنف هقول لك كلمة بيخسون كلمة مؤنف فقط لا ما تقوم بالمذاكر لاجيم ناستيك يبقى هي الرياضة البدنية أو الجنباز اختصارها لاجيم تحياتي هنا بقى كلمة أمي أصبحت وغدها وزودنا لها أصبحت صديقة نفس الكلام كليج ما تغيرتش بس هنا واخدين زميلة عمل كلمة كامارات برضو ما تغيرتش وأصبحت في ميناء لأن غيرنا الأداة اللي قابليها صديقة انترنت أو زميلة عبر الانترنت أضفنا لها أ بقى جارة بقى جارة في ميناء دي نوفل أفتكرها دايما بكلمة نيوز أخبار لفارب الأفعال مهم جدا جدا وناس بتغلط فيه مش عارف لي يعني تحديد هوية شخص ما دموندي قلنا كتير بمعنى أسك يطلب أو يسأل له معنين ولازم يجي بعدين حرف الجارة دموندي أه يطلب أو يسأل céطلب بمعنى يشير له معنين لو عندنا سألي أنا في شانتوتك ويتخرجني سأسأل علي الل justice يعني يحيي بمعنى ناخد التحيات فبالتالي يحتاجين يعبر عن ما يجيش بعديل اي حرف يجيب يقول يلعب يقدم لو حطيت قبل خدنا الدرس اللي فات بمعنى يقدم نفسه سي انه او انها يجيب بعدها كلمة مفرد سي يعني او that is بمعنى هذا او هذه الضمير اشارة واللي بعدها ده في الاول ده متصرف مع في المفرد وبالتالي يجيب بعده مفرد وصان وبالتالي يجيب بعده كلمات جامعة سي سان صفة مهمة جدا سي يتعرف على اه دمان اه دمان دمان يعني تمورو سي يو تمورو اشوفك بكرا بوف صوت الفعالي للدقر او الضيق بوف دايما تولموند دي افتكرها انها بتساوي الف المفرد الف المفرد تاني هي معناها الجميع يعني معناها كده تحس انه جمع لكن بتصرف معها الفعل الف المفرد كلمة وداع بس كلمة وداع حزينة شوية موا اوسي موا يعني انا اوسي يعني تو ليا تي او او انا ايضا ميتو وانا كمان الوثيقة الاولى بعنوان في الشارع العنوان نفسه مهم موضع سؤال اللي هيحصل ايه هيحصل ديالوج انتر الناس دي اللي قدامي هنا انتوان و جون و مارتين ثلاث اشخاص ولد وولد وبنت انتوان هيقول اهلا يا جون اهلا يا انتوان كمان ساوا كيف الحال هنتعلم السؤال دا كمان ساوا هاوا ريو كيف حالك ساوا تخي بيان انا ممتاز جدا او رائع جدا هيسألو يقول له كي اس كي هو ايز ذيس من هاذا مين دا هيرد يقول له سي كامي انها كامي خبالك من الاسم يون فوزين دي كارتية قارت في الحي تبقى كامي دي قارت مين قارت انتوان سالو كامي اهلا يا كامي سالو جون اهلا يا جون واسي ماري ها هي ماري ين كوبين دي تنس زي ملت في تنس اي سالو جون واسه ليا كامان زي ملتاني ين كوبين دي باسكت زي ملت في لعبات الباسكت انتوان ها يقول لهم انشانتي انشانتي انا تشارفتو بمعرفاتكم دفير واتخو كونسسنس تشارفتو بينا نتعرفت عليكم مارتين اي ماري غي سانده هما الاتنين يكونوا ايه هي قالت عليها كوبين سانده اختين ولا جاورتين ولا زميلتين طبعا كوبين سي بير كوبين دي زملاء عبر الانترنت سي بير سانسان هؤلاء الاشخاص يكونوا في المدرسة السنوية ولا في الشارع طبعا هما في الشارع هنا في النادي وهنا في الكافي ليا ام ليا تحب هي قالت اي على ليا قالت كوبين دي باسكيت يبقى اكيد بتحب لباسكيت ليا كورة السلة نقطة اي لا فوزين دانتوان مين تكون غارة انتوان انتوان قال على مين غارته قال سي كامي هنختار كاميح الوافقة التانية عبارة عن ايميل د من ماري ا الى سيلين الموضوع تقديم من اللي بيقدم ماري هتقول اي ماري بوزور صباح الخير سا فا الدنيا تمام الدنيا حلوة تمام جو مابيل ماري انا ادعى ماري او اسمي ماري بتقدم نفسها خبلك عشان انت كمان هتقدم نفسك فاتاخد نفسك جمال دي تقولها على نفسك جي سيزون عند 16 سنة جسوي اليفو لسي لابي انا تلميذة في المدرسة السنوية اللي اسمها لابي 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 لوا السلام والولد اللي اسمه فيكتور سيتانامي دي باسكيت هو صديق في كرة السلة هنا طبعا بتكلم سيليني يبقى ونتي هل عندك زملاء او زميلات البيغ البيغ يكون جار مين نروح نشوف البيغ البيغ دا هو الجار بتاع اللي بتتكلم اللي هي ماري فين ماري هنا السلام هو اسم يطرى اسم ايه هو طبعا اسم الليسي اسم المدرسة اسم الحي ولا النادي ولا الشارع ولا الليسي طبعا الليسي اميلي ايه نقاط دو ماري اميلي تكون ايه لماري ادي اميلي وقالت عليها كوبين دو كلاس يبقى هي ايه لا كوبين دو كلاس هي زميلة فصل ماري ماري اا نقاط او ماري عندها كام سنة هي كتبت هنا ستاشر بالشكل ده فانت لازم تكون عارف رقم سايز بالشكل ده وفي النهاية خلينا فكارك لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل التطبيق المجان الخاص بنا والرابط بتاعه في وصف كل الفيديوهات علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتحمل ملفات الشرح وتدريبات PDF وتحل اختبار على كل فيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته